طيب احنا هنكلم نهارده عن بيان لوزارة المالية الفقرة اللي بعد دي التدخم نتكلم عن بيان لوزارة المالية في بيان لوزارة المالية صدى اليوم عن واردتنا من السلع الغزائية خلال عام 2018 نشرته اغلب المواقع الاخبارية الكلام طبيعي وعادي لكن نقدر نقول اني ذكر البيان ان واردتنا خلال 2018 كانت 227 مليار جنيه حد كده كلام طبيعي وعادي كنا متوقعين اكبر حجم اكبر يعني اكبر حجم الوردات يكون الامح لكن مفاجأة الترتيب كان كالتالي اعلى واردات شوفوا بقى المفاجأة للخضروات الطازجة والمجمدة بقيمة 60.2 مليار جنيه بعد كده يجي الشوفان والدرة وفل الصوية 53 مليار جنيه بعدين الامح 42 و13 مليار جنيه البندين اتنين وثلاثة طبيعي مصر بتستورد مستورد كبير واكبر مستورد للامح عشان يغيف العيش نوعة الماكورونا وجره وكمان الصوية والدرة بتستخدم كعرف للدواجن والحيوانات وكم ده كله الغريب والمزعج بصراحة اللي استوقفنا هنا ان مصر بتنتج 23 مليون طن خضروات وبنستورد من برا خضار ب60 مليار جنيه الله ازاي الكلام ده فرنسا اللي بتنتج 18 مليون طن خضار بتصدر خضروات لكله اوروبا والتحاد والتحاد الاوروبي المأساة عندنا في مصر كمان حجم الفاقد من الخضروات والفاكهة اللي بيوصل لحوالي 5.5 مليون طن تمانهم مليارات طب ده معقول الكلام ده ازاي دولة احنا محاقين المفروض اكتفاء وانتاج كبير من الخضروات نستورد بهذا الرقم ب60 مليار جنيه طب نستورد ايه ب60 مليار جنيه احنا خضار طازة وخضار مجمد او خضار معلب او الى اخره حاجات حقيقية يعني بصراحة وقفنا عن ده وقفنا يعني طب هالرقم ده معقول احنا عفتنا تشككنا الرقم ولفينا فحلا لفينا ودورنا وراه لقينا ده بيان من وزارة المالية بيان طالع بيان نهارده وزارة المالية بتقول هزا الكلام احنا بنستورد ب60 مليار جنيه خضار السنة اللي فات 2018 يعني انا عارف انتم بالتأكيد مصدومين زي يعني 60 مليار جنيه رقم مش قليل